طلاب الرابع العلمي وصلنا معاكم إلى الفصل السابع اللي هو يتكلم عن موضوع الإحصاء بداية أول موضوع من مواضيع الإحصاء هو الوسط الحسابي كنا تعرفنا علينا في مرحلة سابقة ولكن عدنا إضافة علينا في الرابع العلمي إذا نبدأ بالقانون الأول للوسط الحسابي اللي هو أش يساوي يساوي مجموعة القيم تقسيم عددها عدنا حالتين لإيجاد الوسط الحسابي الحالة الأولى إذا كانت البيانات غير مبوبة فنستخدم هذا القانون اللي هو X فتحة يساوي X1 زائد X2 زائد إلى XN يعني مجموعة القيم على N يعني عدد القيم اللي هو أقدر أن نكتب بهذه الصيغة الأخرى الوسط الحسابي يساوي مجموعة القيم على عددها الآن ناخذ مثال إذا كانت إذا كان أعمار خمسة أشخاص هي 12 و 11 و 9 و 8 و 5 احسب متوسط هذه الأعمار متوسط هذه الأعمار يقصد الوسط الحسابي لهذه القيم إذن باستخدام القانون على اللي هو X فتحة يساوي نجي نستخدم و نكتبه X فتحة تساوي أش يساوي يساوي مجموعة القيم على عدد القيم نجي نجمع القيم القيمة الأولى هي 11 زائد 11 زائد 9 زائد 8 زائد 5 على عدد القيم كم قيمة 1 2 3 4 5 إذن على 5 و يساوي نجي نجمع 12 زائد 11 زائد 9 زائد 8 زائد 5 الناتج يعطينا 5 و 40 على 5 الـ 45 تقبل القسمة على 5 نعم إذن الناتج هو 9 هذا هو الوسط الحسابي لهذه القيم إذن إحنا الآن أخذنا الحالة الأولى وأخذنا مثال عليها نرجع الحالة الأولى أشي يقصد بيها إذا كانت البيانات غير مبوبة أش معنات البيانات غير مبوبة يعني البيانات يعطينا هي بهذا الشكل ما في جدول أش نقصد بي المبوبة تبويب المعلومات يعني تنظيمها في جدول تكراري جدول نسمينه جدول تكراري إذن هذه البيانات ما موضوعة في جدول لذلك تعتبر بيانات غير مبوبة إذن نستخدم للقانون الأول ننتقل لله ننتقل إلى الحالة الثانية التي تتكلم عن البيانات المبوبة الحالة الثانية إذا كانت البيانات مبوبة أي بمعنى أنه أشنو أي مجتمعة في جدول تكراري نستخدم القانون الآتي اللي هو الوسط الحسابي يساوي مجموع حاصل ضرب كل مركز فئة في تكرارها على مجموع التكرارات هذا القانون نقدر أن نكتبه بشكل رموز بهذا الشكل يعني X فتحة أشغح تساوي تساوي هذه العلامة بهذا الشكل هاي اش تسمى هذه المجموع مجموع أيش Facare قال مجموع حاصل ضرب مركز الفئة في تكرارها X هو مركز الفئة والF هو تكرار الفئة حاصل ضرب X في F مجموع حاصل الضرب يعني أضع قبل هذه العلامة على مجموع التكرارات التكرارات هي F أرمز مجموع التكرارات يعني المجموع نضع قبل الف هذه العلامة للدلالة على أنه نحن نحسب مجموع إذن الـ X تعني مركز الفئة والـ F تعني التكرار للفئة ناخذ مثال ونغشأ أشنو الشيء المقصود بهذه الحالة مثال يقول الجدول التالي يبين أعمار 14 شخص احسب الوسط الحسابي للأعمار أشغح نعمل بداية أجي أغشأ على البيع أغشأ على الوسط الحسابي أنا عندي حالتين الحالة الأولى إذا كانت البيانات غير مبوبة يعني ما موضوعة في جدول الحالة الثانية إذا كانت البيانات مبوبة يعني موضوعة في جدول هل هذه البيانات موضوعة في جدول نعم إذن تعتبر بيانات مبوبة إذن شنو القانون اللي راح نستخدمه لإيجاد الوسط الحسابي هذا هو القانون خلي نكتب القانون X فتحة يساوي جخط كسر مجموع X في F على مجموع F ويساوي نجل خط كسر أشي يقصد بمجموع X في F اتفقنا على أنه X أشي تمثلي مركز الفئة والF أشي تمثلي تمثلي التكرار هذا الجدول مقسم إلى خانتين الخانة الأولى بيها العمر والخانة الثانية بيها عدد الأشخاص يعني اللي أعمارهم ثمانية أشقد عددهم ثلاثة يعني العدد الثمانية كم مرة تكرر ثلاثة إذن هذا الثمانية نسمينه الفئة الفئة العمرية الفئة العمرية هي ثمان سنوات كم مرة تكررت يعني كم شخص عمره ثمانية عدد الأشخاص اللي أعمارهم ثمانية هو ثلاثة إذن الثلاثة نسميها F اللي هي التكرار لمركز الفئة هذا مركز الفئة وهذا التكرار العمر الثاني هو تسعة كم مرة تكرر خمس مرات بمعنى أنه عندنا خمس أشخاص أعمارهم تسع سنوات العمر الثالث هو 11 سنة كم مرة تكرر أربعة مرات الـ 12 سنة كم مرة تكرر مرتين يعني أكو شخصين أعمارهم 12 سنة إذوي الأرقام 3 زائد 5 زائد 4 زائد 2 إذوي مثلولي التكرارات الـ 8 9 11 12 يمثلولي مراكز الفئة واضح أو مراكز الفئات إذوي التكرارات أحتاج أن أجمعهم لأن أحتاج مجموعهم في القانون فـ 3 زائد 5 زائد 4 زائد 2 يطلع الناتج 14 إذن هذه الأربعة عشر يتمثل لي مجموع التكرارات وزين هسا نجي على القانون القانون يقول مجموع X في F يعني مجموع مركز الفئة في التكرار مالة يعني أجي على الفئة الأولى المركز مالة 8 التكرار مالة 3 إذن نضربهم 8 في 3 ما أنسى أضعم بين قوسين زائد أجي على الفئة الثانية المركز في التكرار يعني 9 في 5 زائد الفئة الثالثة المركز في التكرار يعني داعش في 4 زائد الفئة الرابعة المركز في التكرار يعني 12 مركز الفئة في التكرار مالة أشقد 2 على مجموع ال-F يعني مجموع التكرارات أشقد مجموع التكرارات 14 إذا نضع 14 في المقام ويساوي 8 في 3 24 زائد 9 في 5 45 زائد 11 في 4 44 زائد 12 في 2 24 على المقام الذي هو 14 ويساوي هذا المجموع أحيطين 137 على المقام 14 إذن هذا هو الوسط الحسابي لهذه البيانات المبوضة إذن في هذا الجدول سنطبق على هذا الجدول ونطبق هذا القانون هذا القانون لذلك وضعنا هذه الصيغة هذه الصيغة الدل على المجموع على مجموع التكرارات اللي هو 14 ونجد الناتج النهاي الآن نأخذ سؤال آخر إذن السؤال الثاني ضمن الحالة الثانية يقول يقول الجدول التالي يبين توزيع 100 شخص حسب فئات الوزن بالكيلوغرام احسب الوسط الحسابي الجدول المقسم إلى خانتين الخانة الأولى فيها فئات الأوزان والخانة الثانية فيها عدد الأشخاص بس هون ينتبه على شغلة جدا مهمة أنه عطان الوزن 30 ووضع يم 30 شارحة أشي يقصد بهذه الشارحة 40 وشارحة 50 وشارحة 60 شارحة 70 شارحة وبعد ذلك آخر فئة هي أشنو من الثمانين إلى التسعين هذه الثلاثين شارحة يقصد 30 إلى الرقم اللي قبل الأربعين اللي هو أشقد تسعة وثلاثين يعني يقصد الأوزان اللي من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين كم شخص أوزان من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين هي من تسعة أشخاص إذن هون الفئة التكرارية أشنو هي من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين التكرار مع هذه الفئة كم مرة تكررت هذه الأوزان تسع مرات الآن الفئة الثانية من الأربعين إلى الرقم اللي أصدر من الخمسين أشنو هو إلى التسعة وثلاثين إذن الأشخاص اللي أوزان من الأربعين إلى التسعة واربعين أشقد عددهم خمسطعش الفئة الأخرى هي من الخمسين إلى الرقم اللي قبل الستين اللي هو تسعة وخمسين يعني من الخمسين إلى التسعة وخمسين كم شخص وزنه من الخمسين إلى التسعة وخمسين اثنين وعشرين شخص الآن الأشخاص اللي أوزان من الستين إلى التسعة وستين أشقد عددهم خمسة وعشرين الأشخاص اللي أوزانهم من السبعين إلى التسعة وسبعين أشقد عددهم عددهم ثمنطعش والأشخاص اللي أوزانهم من الثمانين إلى التسعين أشقد عددهم عددهم إداعش شخص إذا نفتهمنا أشتعني هذه الشارحة هذا النوع من الأسئلة نفس القانون السابق نستخدم لأولي هو هذا القانون الأكس فتحة تساوي مجموعة الأكس في أف على الأف لكن في هذا القانون الفئات ما كان بها شارحة بمعنى أنه الثمانية هو مركز الفئة لكن هوني نحتاج أن نجد مركز الفئة نحتاج أن نجد مركز الفئة السبب ليش؟ لأنه هوني بالخانة الأولى ما الرقم ثلاثين فقط وإنما يشمل لي الأرقاء من خلالي هاي الشارحة يعني يقصد هاي يشمل الأرقام من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين لذلك أنا لازم أحدد أشن هو مركز الفئة الأولى لازم نحدد أشن هو مركز الفئة الأولى وبعد ذلك نستخدم القانون إذن حتى أحل هكذا نوع من الأسئلة أحتاج إلى هذا الجدول الخانة الأولى تمثل لي الفئات الخانة الثانية التكرار اللي هو نرمز له بالرمز F الخانة الثالثة مركز الفئة اللي هو نرمز له بالرمز X والخانة الرابعة حاصل ضرب X في F إذن نجي نزل الفئات الفئة الأولى هي ثلاثين ونضع يم شارحة الفئة الثانية أربعين ونضع يم شارحة الفئة الثالثة خمسين وأيضا نضع يم شارحة والفئة الرابعة ستين ونضع يم شارحة والفئة الخامسة هي سبعين ونضع يم شارحة والخانة الأخيرة هي من الثمانين إلى التسعين من الثمانين إلى التسعين الآن نجي على التكرارات الفئة اللي هي من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين أشقد التكرارات ماله تسعة إذن نضع أمام التسعة الأربعين إلى التسعة واربعين أشقد التكرارات ماله خمسة عشر الخمسين إلى التسعة وخمسين أشقد التكرارات ماله اثنين وعشرين الستين إلى التسعة وستين أشقد التكرارات ماله من الجدول عن ناخذ القيم خمسة وعشرين الـ 70 إلى الـ 79 التقرارات ماله 18 ومن الـ 80 إلى الـ 90 التقرارات ماله أشغاد 11 هسه نحتاج أن نجد نحتاج أن نجد مركز الفئة هذه الفئة الأولى اللي هي من الـ 30 إلى الـ 39 التقرار ماله 9 زين مركز الفئة ماله أشغاد مركز الفئة ماله انتبهوا عليه هو حاصل جمع هذا الرقم زائد اللي بعده على 2 يعني يصير عدنا 30 زائد 40 على 2 الناتج أشقد رح يطلع عنا يطلع عنا 35 و 30 هذا مركز الفئة الأولى نجي على الفئة الثانية الفئة الثانية هي 40 أجمع مع العدد اللي بعده وأقسمه على 2 فيصبح عدنا 40 زائد 50 على 2 يساوي 40 زائد 50 90 على 2 تعطينا 45 نجي على الفئة الثالثة اللي هي الخمسين الخمسين أجمعه مع العدد اللي بعده وأقسمه على 2 فيصبح عدنا 50 زائد 60 على 2 الناتج وحيكون 55 وخمسين الستين أجمعه مع السبعين وأقسمه على 2 60 زائد 70 على 2 وتساوي 65 هسا السبعين أجمعه مع الفئة اللي بعده هي من الثمانين إلى التسعين أخذ أول رقم اللي هو ثمانين فأقول 70 زائد 80 على 2 70 زائد 80 على 2 تعطينا الناتج 75 بعد ذلك آخر فئة هي من الثمانين إلى التسعين لذلك أجمع 80 زائد 90 على 2 والناتج وحيكون 85 إذن الآن أوجدنا مراكز الفئات هسا أش نعمل نجد حاصل ضرب X في F X هو مركز الفئة والF هو التكرار وين مراكز الفئات X يتمثل لي هذا العمود زين وين التكرارات عفو مراكز الفئات X يتمثل لي هذا العمود زين وين التكرارات اللي هي F يتمثل لي هذا العمود هسا نجد نضرب كل X في F اللي تقابله يعني 35 في 9 الناتج أشقد 315 ال45 ينضرب ب ال15 يكون الناتج 675 الخمسة وخمسين تنضرب بالـ 22 يكون الناتج 1210 ال65 تنضرب بالـ 25 وعشرين يكون الناتج 1625 وعشرين والـ 75 تنضرب بالـ 18 يكون الناتج 1350 والـ 85 تنضرب بالـ 11 يكون الناتج 935 إذن الآن كمل الجدول اللي نحتاجه لإيجاد الوسط الحسابي نرجع على القانون ما لنا اشنو القانون؟ القانون هو X فتحة تساوي مجموع X في F على مجموع الـ F إذن نجي نكتب القانون X فتحة يساوي نجر خط كسر مجموع X في F على مجموع الـ F ويساوي نجر خط كسر الـ X في F هذا هو العمود يمثل لي القيم مع الـ X في F نجمع نجمع لذوي القيم وحيكون الناتج هو 6111 دوي مجموع هذه القيم كله مجموع X في F مجموع هذه القيم كله 6111 على مجموع الـ F يعني مجموع التكرارات هذه هي التكرارات نجي نجمع حيكون الناتج 100 إذن هذا هو ناتج الوسط الحسابي إذن أشواء قد نستخدم هذه الطريقة كل ما يكون عندي الفئات هي ما عبارة عن رقم واحد يعني هون يصح مكتوب 30 فقط ولكن بما أنه يم الثلاثين أو كشارحة يعني يقصد من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين اللي هو الرقم اللي قبل الأربعين أوكي فإذن عدنا عدة أرقام ضمن هذه الفئة أنا أحتاج أن أجد المركز مال هذه الفئة يعني المركز مال الفئة الأولى اللي هي من الثلاثين إلى التسعة وثلاثين أشقد طلع عنها خمسة وثلاثين المركز مال الفئة الثانية اللي هي من الأربعين إلى التسعة واربعين أشقد طلع عنها خمسة واربعين وهكذا أوجدنا مراكز الفئات وبعد ذلك أوجدنا X في F اللي هي الحالة الثانية الآن أكملنا الوسط الحسابي ننتقل إلى الموضوع الآخر اللي هو أيضا عن الوسط الحسابي ولكن الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرضي أو الانحرافات نسميها خطوات الحل ستكون كالآتي أدنى ثلاث خطوات للحل الخطوة الأولى هي نجد مركز كل فئة كما مر في المثال السابق اتعلمنا عشان نجد مركز الفئة من المثال السابق ونختار واحدة منها ونعتبرها وسطا فرضيا اللي هو عشان نرمز له X فتحة ولكن أكو دائر إهاني في الأسفل لذلك نسميها X نط فتحة X نط فتحة ثانيا نجد انحراف كل مركز فئة عن وسطها الفرضي اللي هو يمثل قيمة E E أش تساوي تساوي X ناقص X نط فتحة ثالثا نطبق القانون التالي اللي هو الوسط الحسابي يساوي الوسط الفرضي زائد مجموع مجموع أشنو؟ مجموع انحراف مركز كل فئة عن وسطها الفرضي في تكرارها على مجموع التكرارات يعني هذا القانون نكتبه بهذا الشكل على شكل رموز يعني X فتحة يساوي الوسط الحسابي يساوي X نط فتحة اللي هي شنو؟ اللي هي الوسط الفرضي زائد مجموع حاصل ضرب E في F على مجموع F اللي هي مجموع التكرارات أسا نجي نتعرف على عناصر هذا القانون أشي يحوي هذا القانون؟ يحوي على مجموع E في F اللي هي هذا البسط هذا البسط اللي هو مجموع E في F أشي يمثلي؟ يمثلي مجموع انحراف مركز كل فئة عن وسطها الفرضي في تكرارها ال E تمثلي الانحراف وال F أشي يتمثلي التكرار حاصل ضربا نجمع حاصل الضرب لهذه الفئات الشغلة الأخرى اللي يحويها هذا القانون المقام اللي هو مجموع F يعني مجموع التكرارات الشغلة الأخرى اللي يحويها هي أشنو؟ X فتحة اللي هي اش تمثلي الوسط الحسابي والشغلة الأخرى اللي يحويها هذا القانون هو X نط فتحة اللي هي اش تمثلي اتمثلي الوسط الفرضي إذا ناخذ المثال التابع إلى موضوع الوسط الحسابي بطريقة الوسط الفرضي المثال يقول الجدول التكراري التالي يبين أعمار 100 طالب جامعي جد الوسط الحسابي للأعمار بطريقة الوسط الفرضي حدد للطريقة اللي أستخدمها هي طريقة الوسط الفرضي إذن بداية قبل الحل نجي نكون هذا الجدول هذا الجدول من إيش يتكون الفئات التكرار اللي هو F ومركز الفئة اللي نرمز له بالرمز X وثم E اللي هي تساوي X ناقص X نط ثم حاصل ضرب E في F إذن الآن نجي نكتب العمود الأول اللي هو أشي يمثل لي الفئات نجي ننقل هذه الفئات الفئة الأولى أشن هي 18 يم شارحة الفئة الثانية هي 20 يم شارحة والفئة الثالثة هي 22 وشارحة والفئة الأخرى هي 24 والفئة الأخرى هي 6 و20 والفئة الأخرى هي من 28 إلى 30 من الثلاثين من الثمانية وعشرين إلى الثلاثين الآن نجي نكتب التكرارات شنو التكرارات؟ التكرارات هو هذا السطر الثاني الفئة 18 أشقد يقابل التكرار 20 إذن نجي نكتب أمام 20 الفئة 20 أشقد يقابل تكرار 44 الاثنين وعشرين أشقد يقابل تكرار من الجدول 18 الاربعة وعشرين أشقد يقابل تكرار 13 الستة وعشرين يقابل ثلاثة ومن الثمانية وعشرين إلى الثلاثين يقابل التكرار اللي هو الثنين الآن نجد العمود الثالث اللي هو أشي يمثل لنا مركز الفئة شنو يعني مركز الفئة؟ كيف نجدوه تعلمنا من المثال السابق بأنه مركز الفئة 18 هو 18 زائد 20 على 2 18 زائد 20 على 2 مباشرة راح أكتب الناتج اللي هو 19 الآن نريد أن نجد مركز الفئة ما العشرين نقول 20 زائد 22 على 2 الناتج راح يكون واحد وعشرين بعد ذلك نقول 22 زائد 24 على 2 حيكون الناتج ثلاثة وعشرين بعد ذلك 24 زائد 6 وعشرين على 2 حيكون الناتج خمسة وعشرين وبعد ذلك 26 زائد الرقم اللي بعده اللي هو 28 على 2 حيكون الناتج 27 بعد ذلك 28 زائد 30 على 2 الناتج هو 29 إذن أوجدنا مراكز الفئات اللي هو شنرمز له نرمز له بالرمز X الآن نجد E اللي هي أشنو كيف راح نجد قيم E نجده باستخدام هذا القانون E تساوي X ناقص X ناط زين شنو X وشنو X ناط قيم X ناخذ من هذا العمود زين قيمة X ناط هي قيمة واحدة فقط شنو هي قيمة X ناط سجلوا معاي هذه المعلومة X ناط هي خلينا اكتبها هنا X ناط أشنو هي؟ هي مركز الفئة الذي يقابل أعلى تكرار نكتبها مركز الفئة المقابل لأعلى تكرار إذن نجي على التكرار نجي على التكرارات وين التكرارات؟ ما النهاية التكرارات؟ أعلى تكرار أعلى رقم شنو هو؟ الرقم 44 أشنو هو؟ نجي على العمود مراكز الفئات أشنو هو مركز الفئة؟ اللي عقابل لأعلى تكرار هو 22 عفوا هو الـ 21 لذلك الـ X ناط أشنو هي؟ الـ 21 هذه هي قيمة الـ X ناط أوكي؟ واضح لي حد الآن إذن الآن نجي نجد الجدول ما الـ E أشنو هو الـ E؟ باستخدام القانون X ناقص X ناط يعني راح نجي على الفئة الأولى نقول مركز الفئة اللي هو X19 ناقص X ناط ثابتة اللي هي 21 19 ناقص 21 يطلعنا الناتج سالب 3 الآن نجي على الثانية اللي هي أشنو الـ X اللي هي أشقد 21 ناقص الـ X ناط ثابتة اللي هي نفسها 21 21 ناقص 21 صفر نجي على الفئة الثالثة 23 أطرح منا X ناط اللي هي أشقد 21 23 ناقص 21 2 نجي على الفئة الأخرى 25 أطرح منا X ناط اللي هي 21 أشقد يطلع الناتج 4 الآن 27 أطرح منا X ناط اللي هي 21 أشقد هيكون الناتج 6 الآن 29 أطرح منا X ناط اللي هي 21 هيكون الناتج 8 واضحة؟ تعلمنا كيف أوجدنا هذا العمود الآن نضرب E في F هذه E الأولى اللي هي سالب 3 وين F الأولى؟ هي هذه العشرين إذن نضرب 20 في سالب 3 سالب 60 الآن نجعل فئة ثانية نضرب التكرار F في E اللي هو صفر 44 في صفر صفر الآن نجعل فئة ثالثة التكرار اللي هو 18 في قيمة E اللي هي 2 18 في 2 36 الآن نجعل الفئة الأخرى 13 في 4 13 في 4 هيكون الناتج 52 3 في 6 18 2 في 8 16 تعلمنا كيف نكون هذا الجدول؟ الآن أش أحتاج؟ أحتاج أن أجد المجموع مال هذه القيم هذا العمود المجموع من هذه القيم هيكون 62 ونحتاج أن نجد المجموع مال تكرارات مجموع التكرارات هذا العمود التكرار المجموع ماله هيكون 100 أوكي؟ أوكي؟ الآن بعد ما كوننا الجدول كوننا كل المعلومات اللي نحتاجها في القانون نرجع نجي نكتب القانون وين القانون؟ القانون هو هذا مع الوسط الفرضي إذن نجي نكتب نقول X فتحة تساوي X نط فتحة زائد نجد الخط قسر مجموع E في F على مجموع F مجرد تعويض في هذا القانون منين نجيب هذه المعلومات؟ المعلومات هذه كل نجيبها منين من الجدول X نط طبعا سأقل X نط أو X نط فتحة ما يكون مشكلة مجرد رمز إذن X نط شنو قيمتها؟ قيمتها أوجدناها هي 21 أعوض بمكانة 21 زائد نجيب خط كسر البسط اللي هو مجموع حاصل ضرب E في F حاصل ضرب E في F هو هذا المجموع مع القيامة أشقد المجموع مع القيامة هو 62 إذن أعوض بمكانة 62 على المقام هو مجموع الـ F يعني مجموع التكرارات هاي هي التكرارات أشقد طلعنا المجموع 100 يعني على 100 الناتج النهائي حيكون 21 point 82 إذن هذا هو ناتج الوسط الحسابي إذن الآن انتهينا من الوسط الحسابي باستخدام طريقة الوسط الفرض ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو الوسيط أيضا كنا أخذناه في مراحل سابقة كنا أخذناه بالثالث المتوسط الوسيط إذا كانت البيانات غير مبوبة هناك حالتان راح نأخذ فقط البيانات الغير مبوبة البيانات المبوبة راح نترك الحالة الأولى إذا كان عدد القيم فردي في هذه الحالة أش نعمل نرتب القيم تصاعديا أو تنازليا ثم نأخذ القيمة التي تقع في المنتصف لتكون هي الوسيط أو لتكون هي الوسيط الحالة الثانية إذا كان عدد القيم زوجيا في هذه الحالة نأخذ القيمتين الوسطيتين ومجموعهما مقسوما على اثنين يمثل الوسيط طبعا هذا الكلام بعد الترتيب تصاعديا أو تنازليا نأخذ هذا المثال احسب الوسيط للأوزان التالية لبعض الطلاب عدنا طلاب هذه أوزانا بداية نأش نعمل نأخذ نرتب هذه القيم إما تصاعديا أو تنازليا خلينا نرتب ها تصاعديا أصغر وزن من بين هذه الأوزان كم أصغر وزن من بين هذه الأوزان هو الخمسين إذن أجب أنزل أول قيمة مهمة سبعة وخمسين والقيمة الأكبر مننا هي ثمانية وخمسين والقيمة الأكبر مننا هي ثلاثة وستين الآن بعد ما رتبناها امتصاعديا من الصغير إلى الكبير نجي نعد العناصر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة عدد العناصر هو ستة إذن عدد العناصر هو ستة زوجي لو فردي الستة زوجي إذن تابع للحالة الثانية الحالة الثانية أشتغل تقول إذا كان عدد القيم زوجيا فرح نأخذ القيمتين الوسطيتين ومجموعهما مقسوم على اثنين يمثل الوسيط شنو القيمتين الوسطيتين القيمتين الوسطيتين هما خمسة وخمسين وسبعة وخمسين ليش ذوي القيمتين الوسطيتين لأنه بعدهم على يمينهم أشكوا قيمتين وعلى يسارهم أشكوا قيمتين إذن هايم ذولي اللي واقعين في الوسط ذولي أش نعملهم نجمعهم ونقسمهم على أثنين إذن الوسيط اللي هو نرمز له بالرمز M-E-H يساوي يساوي مجموع هتين القيمتين خمسة وخمسين زائد سبعة وخمسين على اثنين ويساوي خمسة وخمسين زائد سبعة وخمسين مئة واطنعش على اثنين 112 على 2 الناتج هو 56 الآن ننتقل إلى المنوال المنوال أيضا كنت تعرفنا عليه في الثالث المتوسط يقول هو القيم الأكثر وتكرارا بين القيم هذا في البيانات غير المبوبة البيانات المبوبة بها طريقة أخرى لإيجاد المنوال إذن في البيانات غير المبوبة نستخدم هذا الكلام اللي هو القيم الأكثر تكرارا مثال جد المنوال لهذه القيم 4 2 4 7 8 3 4 9 7 4 نلاحظ بأنه أكثر رقم تكرر هو الأربعة لذلك المنوال أش يساوي لهذه القيم؟ يساوي أربعة نجعل المثال الثاني جد المنوال للقيم الآتية 18 10 5 6 8 1 5 6 نلاحظ بأنه الخمسة تكرر والستة أيضا تكرر الخمسة كم مرة تكرر؟ مرتين والستة كم مرة تكرر؟ أيضا مرتين لذلك إحنا عرفنا المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا أوكي؟ زين هوني عندي الخمسة والستة تساوي بعدد التكرارات اثنين متكرروا مرتين لذلك هوني هيكون عندنا منوالين اللي هي من الخمسة والستة لكن لو كان عندنا مثلا ستة أخرى سأخذ الستة وأهمل الخمسة لأنه ستصيغ الستة هي الأكثر تكرارا بينما هوني بهذه الحالة الخمسة والستة تساوي في عدد التكرارات المثال الأخير يقول جد المنوال للقيم الآتية 12-11-10-7-3-4-5-8 ألاحظ بأنه القيم كل ما مكررة الـ 12 ما كانت تكرر الـ 11 ما تكرر العشرة ما مكرر السبعة ما مكرر الثلاثة كذلك والـ 4 والـ 5 والـ 8 كل هذه القيم غير مكررة لذلك بين هذه القيم لا يوجد منوال إذن شرط في المنوال شرط في المنوال أن تكون القيمة مكررة وأن تكون هي الأكثر تكرارا وإذا تساوت قيمتان في عدد التكرارات فأخذ القيمتان وربما ثلاث قيم وربما أكثر من ثلاث قيم المكررة إذن الأرقام اللي يكون لها نفس التكرارات كل أخذها وكل أعتبرها منوال إذن الآن نتعرف على كيفية إيجاد المنوال عندما تكون البيانات مبوبة في البيانات المبوبة المنوال يساوي هذا هو قانون المنوال أشنه هو؟ الحد الأدنى للفئة المنوالية زائد D1 على D1 زائد D2 في طول الفئة المنوالية حيث أن D1 أشتمثلي D1 كيف أحسبه باستخدام هذا القانون اللي هو تكرار الفئة المنوالية ناقص التكرار السابق لها D2 هي تكرار الفئة المنوالية ناقص التكرار اللاحق لها أش معنات التكرار المنوالي؟ التكرار المنوالي هو أو نسمينه تكرار الفئة المنوالية نفس التسمية هو أكبر التكرارات الفئة المنوالية هي الفئة التي تقابل أكبر تكرار نأخذ هذا المثال ونحاول نتعلم كيف أن نحل هذا المثال يقول المثال احسب المنوال في الجدول الآتي ألاحظ بأنه أعطاني جدول يعني بيانات مبوبة بما أنه عندنا منوال والبيانات هي مبوبة إذن القانون الذي سنستخدمه هو هذا القانون هذا القانون نحتاج بينه إلى الحد الأدنى للفئة المنوالية نحتاج بينه إلى D1 وD2 وإلى طول الفئة المنوالية دعنا نحسب D1 وD2 D1 أشي يساوي؟ يساوي من القانون D1 هو تكرار الفئة المنوالية ناقص التكرار السابق لها طيب شنو هو التكرار المنوالي أو التكرار الفئة المنوالية؟ التكرار المنوالي هو أكبر التكرارات نجي على التكرارات عندنا هذا الجدول هو إذكوه من الفئات والتكرارات نجي على التكرارات أكبر رقم من بين هذه الأرقام أشنه هو؟ 25 لذلك هذا أشي يعتبر هو التكرار المنوالي إذن القانون يقول تكرار الفئة المنوالية يعني التكرار المنوالي اللي هو أشقد 25 ناقص ناقص شنو؟ ناقص التكرار السابق لها يعني التكرار اللي قبل 25 أشقد 22 إذن 25 ناقص 22 الناتج هو ثلاثة الآن نحسب D2 ال D2 أشنو القانون ما له؟ هو تكرار الفئة المنوالية يعني التكرار المنوالي اللي واشق قيمته 25 ناقص ناقص شنو؟ ناقص التكرار اللاحق لها يعني التكرار اللي وغل 25 شنو؟ 18 25 ناقص 18 سبعة إذن أوجدنا D1 و D2 أستجدل عدنا في هذا القانون D1 و D2 صالة معلومة الآن نحتاج إلى الحد الأدنى للفئة المنوالية وإلى طول الفئة المنوالية إذن حتى أحدد الحد الأدنى للفئة المنوالية وطول الفئة المنوالية أش نحتاج؟ نحتاج أن نعرف شنو هي الفئة المنوالية أدنا ملاحظة ش تقول الفئة المنوالية هي الفئة المقابلة للتكرار المنوالي وين التكرار المنوالي؟ هذا الخمسة وعشرين طيب شنو الفئة اللي تقابل لهذا التكرار المنوالي؟ الفئة هي 60 إلى الرقم اللي بعده شنوه 70 إذن الفئة المنوالية Lorenz اللي نكتبها الفئة المنوالية هي من الستين إلى السبعين إذن الحد الأدنى للفئة المنوالية ما هو هذا الحد الأدنى للفئة وهذا الحد الأعلى للفئة إذن الحد الأدنى للفئة المنوالية هو ستين الحد الأدنى أشي ضل عدنا؟ ضل عدنا فقط طول الفئة المنوالية طول الفئة المنوالية خلينا نكتبه القانون طول الفئة المنوالية أش يساوي الحد الأعلى ناقص الحد الأسفل إذن تساوي الحد الأعلى ناقص الحد الأسفل شنو الحد الأعلى للفئة المنوالية؟ سبعين ناقص الحد الأسفل اللي هو ستين أو عفوا نكتبها من اليسار إلى اليمين تساوي سبعين ناقص ستين وتساوي أشقد تساوي عشرة إذن هذا هو طول الفئة المنوالية هذا هو طول الفئة المنوالية الآن إيش نحتاج؟ نحتاج إلى أنه فقط نعوض في القانون ما المنوال إذن سيكون عندنا المنوال يساوي نجي نكتب المنوال يساوي ما سنكتب القانون مجرد نعوض الحد الأدنى للفئة المنوالية اللي هو أشنق النقص ستين زائد جو خط كسر دي ون على دي ون زائدا دي تو دي ون هي ثلاثة على دي ون زائدا دي تو يعني ثلاثة زائد سبعة في طول الفئة المنوالية أوجدنا أنه أشقد هو عشرة إذن سيكون عندنا ستين تنزل زائد سبعة زائد ثلاثة يعني أحيكون عندنا ثلاثة على سبعة زائد ثلاثة عشرة في عشرة هذه العشرة مع هذه العشرة تختصر أشيطة لدينا ستين زائد ثلاثة وتساوي أشقد ثلاثة وستين إذن المنوال لهذه البيانات المبوبة هو أشقد ثلاثة وستين اتعرفنا الآن كيفية إيجاد المنوال عندما يكون عندنا البيانات مبوبة يعني موجودة ضمن جدولي نكمل إن شاء الله ما بقى أنه فقط موضوع واحد أو يعني جزء واحد إن شاء الله في محاضرة واحدة نكمل الفصل السابع ويكمل منهج الرابع العالمي ترجمة نانسي قنقر